تجددت احتجاجات طلبة محافظة السليمانية في إقليم كردستان لليوم الثالث على التوالي فيما أشار مصدر إلى خروج احتجاجات مشابهة في محافظة أربيل وذكر المصدر أن مئات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية ما زالوا يقطعون الطريق الرئيسي للمحافظة القريبة من مبنى الجامعة للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها ترجمة نانسي قنقر